المتخب الوطني لكرة القدم يستعد للمبارتين الوديتين ضد غينيا ونيجيريا يومي 23 و 27 سبتمبر على التوالي بملعب هدف ميلود في وهران باعة تذاكر عبر منصة إلكترونية اليوم وزارة شباب ورياضة عودت ذكرت بأسعار التذاكر تصل حتى 2000 و 3000 دينار حسب موقع الجلوس فاليوم أيضا تم الكشف عن قميص المنتخب الوطني لكرة القدم القميص الجديد هذا هو القميص بسعطة هنا معكش لاعب لابسه القميص نظن بن سبعين ياه ولا باش يبين للأقل بالقميص خميح يسبوه القميص الأول تعال مخرج هذا القميص الأول فهذا هو القميص الجديد للمنتخب الوطني ما ليش عارف عجبكم ما عجبكمش أنا لن أقول رأيي صراحة في القميص الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم